موسيقى الادارة الامريكية طرحت في الكثير من المرات ان الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية ربما ستستغرق سنوات طويلة اذا نحن الان امام معادلة تقول ان هناك حرب ستدور لعدة سنوات قادمة وبعد الانتهاء من القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية ستبدأ بمحاربة قوات النظام السوري هذا هو الخلاف ما بين قيادة الاعتلاف والتوجه الامريكي قيادة الاعتلاف تنوي محاربة كل الجماعتين قوات النظام وتنظيم الدولة في نفس الوقت الامريكيين وضعوا اطارا زمنيا واضحا ومحددا وهو ثلاث سنوات فيما الاطار الزمني حسب الدراسات والتصريحات البريطانية خمس سنوات اذا نحن امام ازمة ستستمر الى عدة سنوات قادمة ريثما يتم هزيمة وليس القضاء هزيمة عسكرية لتنظيم الدولة دعني اوضح امرا يسبب كثيرا من اللبس للحتى للمحللين عندما يتحدث عن القضاء على تنظيم الدولة انا لا اتفق معهم في هذه المقاربة القضاء على تنظيم الدولة لن يكون بمقاربة امنية عسكرية منفردة القضاء على تنظيم الدولة يحتاج الى سلة متكاملة فيها ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية لا يمكن هزيمة تنظيم الدولة والشباب العربي يعاني من الاحباط لا يمكن هزيمة تنظيم الدولة والدول العربية تعيش في حالة من الفوضى والاحباط وعدم التوجه الديمقراطي اشتركوا في القناة